وأوضح مدبولي أن المشروع الآخر ضمن توجيهات رئيس السيسي هو إنشاء 500 ألف وحدة سكنية في عواصم المحافظات والاهتمام بدخول في المدن القائمة واستغلال الأراضي المتاحة لإقامة وحدات سكنية للشباب والأسر المتوسطة وأشار الرئيس الوزراء لأنه على أرض الشونة وأرض المحلة بالفيوم تم استغلال جزء من الأرض لإقامة وحدات سكنية لإهالي الفيوم وسيتم ترحوها في أقرب فرصة ممكنة قلنا بعد كده لمشروع آخر الحياة فخمت الرئيس وجه به وهو إنشاء 500 ألف وحدة سكنية في عواصم المحافظات إحنا الحياة المشروع ده يعني أهميته الشديدة أن إحنا طبعا متوسعين في برامج الإسكان المتنوعة ولكن دايما كان أساسها في المدن الجديدة فكان دايما عندنا الرغبة بأن إحنا ندخل في جوة المدن القائمة بقدر الإمكان في أي أراضي متاحة نعمل عليها وحدات برضو تكون في متناول الشباب أو الأسر المتوسطة عشان تطرح لأهالي هذه المدن فالنهار ده يمكن على أرض ما نطلق عليه أرض الشونة وأرض المحلك ودي كانت أراضي كان زمان مستغلة من محلك الفيوم اللي اتعمل تطوير ليه وابتدى يشتغل بعد كان متوقف لعشرات السنين استغلينا جزء من الأرض اللي بقى فضيت منه بنعمل عليها مشروع اسكان يخدم أهالي الفيوم إن شاء الله وزي ما حالكم شفتوا مستوى تشتيب الوحدة على مستوى جاي جدا وإن شاء الله دي بتطرح في أقرب فرصة ممكنة لأهالي مدينة الفيوم